تعالى حكي لك الموقف بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأولمبي وسيناريوهات تآهل المنتخب إن شاء الله لربع نهاية أولمبيات باريس موضوع قريب جدا إن شاء الله أولا نكسب المنتخب الأسباني في المباراة اللي جاية نضمن السعود مباشرة في صدارة المجموعة دون النظر إلى نتائج الأخرى وبالمناسبة المنتخب الأسباني هو المنتخب الأسباني طبعا قوي بس مش مرعب يعني نقدر نلعبه وممكن نكسب كمان إن شاء الله التعادل مع المنتخب الأسباني يتمن لنا السعود ولكن كواصيف للمجموعة ما الشغال برضو طب لو بقى خسرنا قدام أسبانيا لو خسرنا قدام أسبانيا بس فيه تعادل أو خسارة للدومنيكان قدام المنتخب الأسباكي هنتأهل كتاني في هذه المجموعة للدور ربع النهاية يعني إيه من الآخر يعني طيب حال تعصر المنتخب الأسبانيا أمام أسبانيا مع فوز الدومنيكان في مباراتها الختمية ضد أسباكستان سيتساوي المنتخبان بأربع نقاط وهيتم المفضلة بين المنتخبين بناء على فارئ الأهداف أولا ثم الأهداف المسجلة ثم المواجهات المباشرة وحال التساوي في كل النقاط التي سبقت سيتم اللجوء للمفضلة بالنظر إلى اللعب النظيف يعني الكروت والكلام ده إن شاء الله ما نحتاجش لكل ده تصوري إن إحنا خلاص بإذن الله في الدور ربع النهائي بس طبعا لازم نلعب مواجهة أسبانيا بكل تركيز وليه لأ نتصدر المجموعة نلعب مع منافس أسهل في الدور اللي جاي ونكمل المشهور